كل اللي انا قلته لك ده يتهد في دقيقة يعني ازي لما هتشتغل معنا كل ده يتهد في دقيقة لو حصل ايه اقول لك انا مثلا ولهم كل اللي احترام كابت حسام حسن مثلا يعني مدير فني المنتخم مصر اجماعنا محتاج 4-5 ايام كمان زيادة ومحتاجين نأجل جولة فيطلع حد يقول لك مصلحة منتخم مصر أهم من كل شيء كل ده باز كل ده باز يعني كل الجدول اللي هتحطها لنا الشركة الالمينية دي اللعب في جولة واحدة ولا في مباراة واحدة كل حاجة بازت هتتكر بقى كل حاجة بازت يجي الاهل يجي الزمالي يجيي براميز يجي المصري اي حد في يوم يقول لك والله لأ انا عايز مواعيد زيادة عشان هلعب مباراة مهمة في بطولة افريقيا كل ده باز ولا جدول هيتعلم يعني الجدول هيتعلم في معايده عمره ما هيخلص في معايده وهننسى بقى اللي عملنا مع الشركة الألمانية تماما خلاص انسى بقى فلو هنشترك أو هنخلي الشركة الألمانية تعمل لنا جدول أي عبس فيه قد كده هو ضمار شامل ولا الهوى مش هيكمل الدوري بشكل سليم يبقى لك أنبقى ليه لازم نعمل شكل استثنائي ولا حكاية ولا رواية دي نقطة طيب هيطلع واحد يقولك وإحنا ليه نكلف نفسنا كل ده دي عملة صعبة وتفاصيل وفلوس كتيرة بتتدفع مفاجأة بالنسبالي النهاردة أنه الرقم عادي بالعكس قليل جد بتتكلم بحسب بحسب آخر عقد كان ما بين دول الإماراتي والشركة دي وبالمناسبة دول الإماراتي بيتعاملوا مع الشركة دي وهقولك ليه مش نم وعشرين بس هقولك ليه العادي ده خلص الموسم اللي خلص اللي فات على طول كان ثلاث سنوات في دول الإماراتي كانوا بدفعوا ايه بقى خمس تلاف يورو عفوا سبع تلاف يورو اول سنة ست تلاف يورو تاني سنة خمس تلاف يورو تالت سنة الشركة شافت قدامها هيتعادوا معي ثلاث سنوات مرة واحدة فهقلل كل سنة قول مثلا مثلا انت دفعت سبع تلاف يورو يعني احنا كده كده دفعنا من سبع تلاف لعشر تلاف يورو بس قول تفعت سبع قول تفعت عشر تلاف يورو تقريبا نص مليون جنيه اشتكلمك بقى على مرتبات بتتدفع ولا حكايات ولا ناس بتشتغل في المسابقات فلوس كتير قوي بتترفع بتتدفع هم بياخدوا منك بس النص مليون دول هم بيعابلك الجدول وسلام عليكم هم النص مليون جنيه دول تقريبا يعني تقريبا فقال حاجة طيب لما كنا وفرنا نص مليون هو يا كريم مثلا يعني احنا ما عندناش مهندسين شطرين ديفولبرز بقى والناس اللي بيعملوا الابليكيشنز والحاجات دي في مصر عبقرة او عندنا ما يقدرواش يعملوا ده يقدروا زي ما عاملوا في الامارات يعني بعد ما استفادوا الامارات منهم ثلاث سنين لهم لا خلاص شكرا احنا بقى عندنا ناس تعمل ده انهاوس بقى احنا نعمله مع نفسنا نعمله نقدر نعمله نخلص معهم اول سنة سنتين نتعلم كويس ونجيب حد يعمل هون بالمناسبة انا لو جبت احد مصر دلوقتي مهندس مصري وتروي عملي الابليكيشن زي ده هياخد تقريبا نفس الرقم هو بياخد منك الرقم ده عشان هو عنده الابليكيشن وبيوزع العالم كله كنت لو جبت حد هنا مهندس مصري وتروي عملي ده هياخد عليك انت بس فهياخد التكلفة كلها فممكن ياخد الرقم ده ممكن اكتر كمان فما فيش مانع ان احنا هنا بقى انا ما عندش مشكلة ان احنا نروح للاجالب بس مؤقتا مش على طول نتعلم ونشوف ونبقى نعمل ده سبحان الله يا اخي مبارح كنت بتكلم على فكرة انه لسه بنجيب الورقة الكبيرة قوي ونقعد نخطط ونرسم الجدول خلست خلست في عصر الزكاة الاصطناعي بقى الشينفع نمسك وراء وقلم ونرسم كوباية شايفة الخمسينة ويلا نخلص ونقعد 18 ساعة نعمله مش شطارة على فكرة مش شطارة خالص يعني فبرافو خطوة عظيمة وان شاء الله خير طيب